بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الحاج عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد نواصل الكلام في أحكام القرآن أو في برنامج أحكام القرآن قد وقفنا عند قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وكان الله عليما حكيما في هذه الآيات يقول الله سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القرب هذا جاء بعد قوله تعالى لذجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا لما جعل الله سبحانه وتعالى مال المتوفى مقسوما بين ورثته من الرجال والنساء وكان هذا المال الذي يأخذه الوارث مالا متجددا حصل له من غير تعب وحضر عند القسمة ناس محتاجون من الفقراء من يتام وغيرهم فإنه يشرع لأصحاب تلك الموارث أن يرضخوا لهؤلاء الفقراء بأن يعطوهم ما يدفع تطلعهم ورؤيتهم لهذا المال وليكون ذلك أجرا لهم عند الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وقولوا لهم قولا معروفا أي ليكن إعطاءكم إياهم هذا العطاء من غير من ومن غير أذى بل يتبعه قول معروف كما قال سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وقيل المراد أنكم إذا لم تعطوهم من المال شيئا فطيبوا خواطرهم بالكلام الطيب وقولوا لهم قولا معروفا ويكون في هذا العطاء لهم شكرا لله وشكر لله سبحانه وتعالى ويكون فيه صدقة على المحتاجين ولم يبين مقدار ما يعطون لأن هذا راجع إلى ما تطيب به نفس المعطي وقولوا لهم قولا معروفا ثم قال سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قيل إن هذه الآية نزلت في الذين يحضرون عند المتوفى في حالة النزع فإنهم ينبغي لهم أن ينبهوه على أن يوصي بما يجري له أجره بعد موته من المال وأن يحذروه من الجور في الوصية بل إنهم يرشدونه إلى ما لا ضرر فيه على الورثة وفيه نفع للميت وذلك بأن يوصي بشيء من ماله في حدود الثلث فأقل ويكون ذلك لغير وارث ويرشدونه إلى ذلك وينبهونه إلى ذلك ويحذرونه من الحيف والجنف في الوصية لما في ذلك من الإذن وعليه من يتذكروا لو أن أولادهم من بعدهم حصل عليهم جنف في الوصية وحيف فيها ماذا تكون حالهم لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فعليهم أن يحسنوا في توجيه المحتضر بأن يوصي بما لا ضرر فيه على ورثته ولا إجحاف وقيل إنها عامة في كل الناس في أن لا يسيء إلى الأيتام لذين فقدوا آباءهم بل عليهم أن يحسنوا إليهم وإن لم يكونوا تحت ولايتهم فإن لليتيم حقا على إخوانه المسلمين لأن يحسنوا إليه وليتذكر هؤلاء لو كان أبناؤهم من بعدهم بمثابة هؤلاء الأيتام فإنهم لا يرضون أن ينالهم ضرر أو يمسهم مكروه فهذا وجه في تفسير الآية الكريمة وقيل إن معنى الآية توجيه الأوصية على الأيتام الأوصية على الأيتام الذين يتولون أمر الأيتام عليهم أن يحسنوا إليهم ويربوهم التربية الحسنة ولا يسيء إليهم وأن يحفظوا أموالهم ويعتبرون كأولادهم وعليهم أن يتذكروا أن لو كان أولادهم من بعدهم أيتاما وصار عليهم وصي أساء إليهم وفرط في أموالهم هل يرضون بذلك فإذا كانوا لا يرضون بذلك لأولادهم فلألا يرضوه لأولاد إخوانهم من المسلمين من باب أولاء فهذه وجوه ثلاثة في تفسير الآية والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الكلام على بقية الآيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر